كما نعلم كثيرا ما تؤدي الحروق إلى تشوهات في جسم الإنسان هذه التشوهات تخلق لدى المصاب مشاكل نفسية حتى تؤدي به إلى عزلة اجتماعية يغلب عليها الخجل من الاجتماع بمحيطة فعلا لين يعني تعتبر الحروق مشكلة من المشاكل الصحية العمومية العالمية وتسبب حسب التقديرات أو تسببت في طبعا ما يقارب من 200 ألف حالة وفاة سنويا وتحدث غالبية هذه الحالات في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل بالفعل البلدان العربية ليست بمنأة عن هذه الأرقام لكن ربما المشكلة تتفاقم أكثر في بعض المجتمعات العربية التي تحتاج لمزيد من التوعية بضرورة احتواء ضحايا الحروق التي قد تدفعه إلى تجنب الظهور أمام العامة إذن دعونا نتابع المزيد في صياق هذا التقرير عن مصر وعن مبادرة احتواء لدعم ضحايا الحروق أنا مش حد مختلف أنا باكل وبشرب وعندي عنين وقدين وبق ومنخير وعقل إنسان طبيعي إنسان طبيعي كل اللي حصله إنه هو حصله حدثة غيرت حاله من هنا لهنا هنفضل لحد إمتى في وصمة لمصور حروق أنا هنفضل لحد إمتى بترفض في شغل وفي جواز وفي صدقات وفي مجتمعات كبيرة أو أي تجمع ليه النظرة؟ ليه الأسلوب؟ ليه الطريقة اللي الناس بتعامل بها طول الوقت معنا؟ لما كنت أقعد أكل مثلاً في البيت عندي أو عند حد أغلب الناس اللي بتبقى قاعدة معاك على الترابيزة بياخدوا بعضهم ويمشوا وكان فيه واحدة زميلة كنت كلما نجيب أكل مع بعض وكده تقولي بس ما تفتحيش السندوتشات ما تنسجهاش بإيدك أنا راضي بقضاء ربنا ليه الناس بقى طول الوقت مش راضين ليه بقضاء ربنا طول الوقت رفض اليوم تحديداً اللي عملت فيه المبادرة في شهر 11-18 أول يوم للمبادرة تسمع وتتكتب أصلاً عنها إن أنا كنت لسه مرفوضة مفيش ساعتين أنا حد بيكتب ومقلف أكتب قبل كده حد بيغني وعملة بروم رواية قبل كده الحمد لله يعني عنده experience في حاجات كتيرة جداً هدف المبادرة تحديداً إن أنا أتقبل نفسي أخلي اللي قدامي أتقبلني أقول لهم يا جماعنا مش درجة تانية فكرة أنك تبوصي نفسك في المراية اللي حصل هيأثر في نفسياتك في نظريتك في نفسك في ثقتك في نفسك وهو ما أهلي تلاشوا مجادة من الأول فخافوا المرايات فكرة أنك أنت عارس أنك تتحرقتي خلاص طعاً ماشي وسط الناس نظر الأطفال هم يبوصي لي ليه وأنا شاكلي في إيه المبادرة ساعدتني في أن أنا أوصل رسالتي وأن أنا أودي قصتي للناس كأنها حاجة إيجابية لهم نتيجة الحادثة اللي أنا تعرضت لها سببت لحروق وأقوقها في زرية علمين خلتني مش قدر أشتغل شغلانت اللي هي فيها صنع وبالنها هي تقدر تدخلي دخل كبير فأنا بقيت بأشتغل شغلانت على قد إمكانياتي على قد العواقل اللي أنا فيها محتاج أننا إحنا يبقى لنا معاش أو دخل ثابت جنب الشغل ويكفي احتياجاتنا أكتر حاجة المعبالها في المبادرة معينا دعم نفسي إكتفتيز اللي إحنا بنتجمع ونتكلم بيبقى عمليه الدمج ما بين المصابين الحروق وبين الناس العادية بيعلمهم اكسسورات أني أنا بعمل كام حاجة كلها جهود ذاتية عشان أوصل للناس نظرتنا أن إحنا عادي إحنا مش مفهوم نستخبأ أو يبقى فيه وصم علينا أو أي حاجة الدعم النفسي معينا مستشارة نفسية عندنا حاجات كتيرة جدا ده كل دعم مادي بلاقي بدور للناس على شغل بحاول إن أنا مسلا أكلين حد مسلا على علاج أو حاجة نفسي إن إن إحنا في نوم من الأيام يبقى عندنا كيان بيهتم بالشغل بنظرة المجتمع بإن إحنا نكون بني أدنين طبيعيين مطرفتش مش كل ما أم تيجي إبناها يخطبني تقول لي حمش ربنا أن أنت واخدينك وأنت محروقة إحتواء عايزة الناس تحتوينا وإن المجتمع كله ما بين مؤسساته ما بين جهات معنية أفراد كله يهتم إن هو يساعد مصاب الحروق بيت حبيني ولا الهوى أمره مزارك بيت حبيني ولا نكتب القلب نارك نارك قل يا حبيبي حبيبي قول قول يا ملك دعونا نتعرف الآن على بعض الأرقام عن ضحايا الحروق وفق منظمة الصحة العالمية فبحسب تقديرات المنظمة هناك حوالي 180 ألف حالة وفاة سنويا تحدث غالبية هذه الحالات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وخاصة في أفريقيا وفي جنوب آسيا ووفقا للمنظمة فإن معدل الوفيات من الأطفال الناجمة من الحروق في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل يزيد عن مثليه أو مثله في البلدان المرتفعة الدخل بأكثر من سبعة أضعاف في الوقت الراهن ويشكل أو تشكل الحروق غير المميتة أحد الأسباب الرئيسية للأمراض المزمنة بما في ذلك الاستشفاء المطول والتشوى والإعاقة والتي غالبا ما يترتب عليها الوصمي والنبذ وتشير التقديرات الصحية أو الصحة العالمية أنه في عام 2004 أصيب حوالي 11 مليون شخص في العالم بحروق خطيرة استدعت العناية الطبية نتابع الموضوع أكثر رؤى مع ضيفتنا من القاهرة الاستشارية الاجتماعية والتربوية الدكتورة أمل ردوان مرحبا بك معنا دكتورة أمل إذن كما تبعنا ضحايا الحروق في المجتمع كما أشارنا قبل قليل وصلت إلى 180 ألف حالة وفاة سنويا جراء الحروق حول العالم ومن ينفذ منها يصب بتشوهات دائمة خلينا نتحدث عن واقع الملدان العربية ضمن الخارطة العالمية حول ضحايا الحروق كيف يبدو؟ هم على الأسف ضحايا أو مصابي الحروق في الدول العربية أو في الدول الانمية والفقيرة بصفة عامة هم أكثر عرضة للإصابات الحروق أو النسبة بتزيد قوي لأن في تناسب ترضي ما بين الفقر أو العدام المستوى المعيشي أو المستوى المعيشي المنخفض وبين زيادة نسبة الحروق لأن يمكن تكلفة علاج الحروق تكلفة باهزة جدا وبيحتاج فترات طويلة فمع الأسف بيكون النسبة بتكون أزياد لأنها بتحتاج لعمليات تجميلية كتيرة باهزة التكاليف فلا يستطيع الكثير تحملها إضافة إلى أن الدول المتقدمة بتتبع في المصانع مثلا والورش إجراءات احترازية عالية جدا على العكس بعد الدول الأخرى أو بعد المنشآت التي لا تتبع تلجأ الإجراءات رغم موجودها وفي أجهزة تفتيشية ورقابية بتلزم الشركات والمؤسسات اللي فيها مصانع وورش بتوفير ملابس وقائية للعاملين زي الجوانسيات أو المسكات أو كثير من الأمور اللي بتقيهم الحفاظ على درجة الحرارة بجوار المواد السريعة الإشتعال أو المواد الكيموائية الحارقة الخطيرة ولكن مع الأسف عند التطبيق البعض لا يلتزم بها فده بيزود نسبة الحروق برضو حتى في المنازل طيب ما هذا هو يعني في المجمل ما أسباب هذه الحروق يعني الصحة العالمية تقول أنه غالب تلك الحروق تحدث إما في المنزل زي ما ذكرت أو حتى في العمل طيب إيش السبب يعني وإيش اللي يخليها ممكن أنها تولع يعني يعني بالنسبة للمنازل أوقات استخدام أجهزة يعني بدائية شوية بدائية الصنع ممكن تكون بتنفجر أو استخدام الكيروسين في بعض تلك الأجهزة ده ممكن يكون عرض أكتر أوقات يعني طبعا عدم وجود رقابة كافية على الأطفال الصغار ترك تلك بعض المنظفات الكيموية الحادة في متناول الأطفال المفروضة أنها تكون طبعا بعيدة عنهم بالنسبة للعمل كما قلت يعني فكرة عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الكافية وعدم مراعاة معايير السلامة والصحة المهنية كل ده بيؤدي إلى زيادة الإصابات بالحروق كمان نقطة مهمة هي فكرة أنه ما فيش وعي كافي أو بعض المفاهيم المغلوطة زي فكرة أنه لو التعامل مع الحرق بتلجأ أو بقوطنة أو بمعجون الأسنان بعض المفاهيم موسع جدا لكن دعنا نتحدث عن أنه أحيانا الألم الداخلي يكون أكبر وقعه من الحروق الجلدية نتحدث هنا عن المشكلات النفسية قديش بتأثر عليهم وقديش بتأثر على المصاب بالحروق أكيد هو طبعا بالتأكيد هو فيه زي ما بنقول عليه اضطراب ما بعد الصدمة أو اللي هو اللي حصل طبعا هو فيه ألم جسدية شديدة جدا بيلازمها ألم نفسية فكرة أن الشخص حسس أنه حصل له تشوه أو إعاقة أنه حسس برفض المجتمع أو متوقع رفض المجتمع له فترات العلاج بتبقى فترات طويلة فبالتالي بتؤثر على الحالة النفسية ممكن توصل الشخص للاكتئاب والقلق والتوتر والخوف من الرفض المجتمعي ممكن تخليه فكرة أنه هو بيحاول ينعزل أو يبتعد عن الآخرين أمور كتيرة جدا نفسية بيصاب بيها نتيجة أنه بيتعامل مع مجتمعه مشوه نفسيا يعني مش هو المشوه جسدية لكن بيتعامل مع آخرين بيعانوا من انعدام الضمير أو غياب الرحمة والإنسانية في التعامل مع كيف يقدر المصاب بالحروق أنه يتجاوز هذا الخوف والخجل يعني كيف يقدر أنه يختلط بالعامة إن صح التعبير أول خطوة وأهمها هي فكرة تقبل الذات كما هي أن الشخص نفسه هو مصاب بأمر شديد وأمر ليس بهين بداية عليه أنه يتقبل نفسه كما هي حتى يتقبله الآخرين يتعامل كأنه إنسان طبيعي هو بالفعل إنسان طبيعي وأي حد كمان معرض أنه لقدر الله يصاب بأي إصابة أو في حادث أو حريق فعليه أنه يتقبل نفسه فكرة الإنكار مش فكرة صحيحة لا هو بيتعامل مع الأمر الواقع وعارف وعارف وكمان يبقى فاهم أن المجتمع اللي حواليه قد ينظر له بنظرة غير لائقة ينبزه يرفضه ممكن تضيع عليه فرص وظيفية أو فرص في الارتباط كثير من النظرات حتى الأطفال اللي فيها خوف من شكله وعشان كده هنتنقل لنقطة إن أنا فكرة توعية الأطفال إن أنا أواحي الطفل إزاي يتقبل الآخر مهما اختلف عنه فهو على المصاب نفسه أنه هو يرضى بالأمر الواقع يحاول أنه يتكيف مع المشكلة دي يشوف الحلول لها كمان برضو من المشاكل اللي ممكن تواجهه أنه هو يعني يتوقع أنه حيشفى تماما أو مش هيبقى فيه أي أثار لعملات الحرق فعلى الطبيب من البداية أنه هو يخبره أنه في بعض درجات طبعا الحروق على صعيد المصاب لكن يعني زي ما شاهدنا بالتقرير أنه كان في نسبة وقع نفسي جدا كبير حتى بتعامل المجتمع معهم يعني في هذه الحالة اللي بتقع على عاطق المجتمع كيف من الممكن احتواء ضحايا الحروق من الهام جدا فكرة تقديم الدعم والاحتواء من الأسرة بداية وتقبلهم ومحاولة إعادة تأهيله عشان يتوازن نفسيا لأنه فعلا مر بأزمة شديدة وحتى فترة العلاج الطويلة برضو بتخليه لازال يعايش المحنة فكرة أنه هو المجتمع بيقدم له الدعم النفسي الحقيقي والصحيح دون استهانة بمشكلته ولكن مجرد محاولة التخفيف عنه قبوله مجتمعيا يعني فكرة أنه أنا أتقبله طالما هو وظيفة مناسبة له لأرفضه فيها صحيح حتى في بعض الشركات ممكن ترفض الموظف حتى لو هم مش بيتعامل مع جمهور ودي نظرة خاطئة ونظرة ظالمة ومكحفة لحقوقهم هم ليهم كافة الحقوق على الإعلام على الدراما تقديم نمازج منهم هنا في دور مجتمعي كبير حتى يدمجهم ونتعامل معهم إنهم أفراد معانا في المجتمع هذا ونتقبلهم بدون نظرة رحمة وحتى شفقة أشكر مدخلتك معنا لهذا النهار الاستشارية الاجتماعية والتربوية الدكتورة أمار رضوان شكرا جزيلا لك